مساء الخير، تحية للجميع مجموعة من التطورات، مجموعة من الأمور التي اليوم تطبع ربما علاقة المملكة المغربية بمجموعة من الشركاء وفي نفس الوقت كانت هناك زيارة أكثر منها ما قد نعرج عليها في البداية لنتحدث عن السياقات وتموقع الدول واتخاذها المجموعة من المواقف المتعلقة تحديدا بالمملكة المغربية قضية الوحدة الترابية تعلمون بأنه قبل أيام حلت الذكرى الثالثة للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ومع هذه الذكرى كان هناك مسؤول أمريكي بارز يطير صوب الجزائر أسباب النزول لهذه الزيارة هي الثانية من نوعها لمساعد وزير الخارجية الأمريكي الذي ذهب إلى الجزائر بعد مجموعة من التطورات من أبرزها أكيد الهجوم الإرهابي على مدينة سمارة والتطورات التي تحدث على مستوى المنطقة خاصة في قضية الصحراء المغربية الولايات المتحدة لها أجهزتها أكيد كان هناك تقرير من المونورسو التي حضرت إلى موقع الانفجار وذونت تقاريرها هناك أيضا من يسعى إلى التصعيد في المنطقة من يدفع جبهة البوليساريو للتصعيد والأمر يتعلق بالجزائر سأقوم بمقارنة بسيطة يعني تناولت هذه الزيارة لكي أقارن من يزور من ولماذا تحديدا مع الشقيق الجزائر الزيارة بكل بساطة وإن كانت هناك حوارات صحفية تريد أن تحور ما قيلة خلال لقاء عطاف بمساعد وزير الخارجية الأمريكي على أنه موقف أمريكي مغير هم جاءوكم في الذكرى الثالثة لاحترافهم بمغربية الصحراء هذا فيه إشارة الخطاب الأمريكي كان واضح لأن ذات المقالة الذي بعض الناس شهد صورة صحفي جزائري مع مساعد وزير الخارجي الأمريكي فقال أنه التقاه وحوره بلا الصورة بحدة والحوار أرسل عبر الإيميل وتمت الإجابة عليه عبر الإيميل ونشر مضمونه في وزارة الخارجية الأمريكي لكي لا يكون هناك تحريف وكأن بهم يعلمون انتماءات وسائل الإعلام هناك وكيف يمكن أن تحرف ما يقال في المجالس وما يقال حتى في الحوارات الصحفية ولا يأبهون بأن يكون هناك حضار للمهنية الإعلامية أمريكا ماذا قالت للجزائر لكي نختصر حضرتهم وأنها لن ترضى بأي استفزاز أمني على مستوى المنطقة وبأن على الجبل الانفصالي يحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يوقع مع المملكة المغربية بل وقع مع الأمم المتحدة وبأن مجلس الأمن لا بد أن يطبق قراره 27-03 ثلاث القرار الأخير المتعلق بالتسوية النهائية لهذا النزاع المفتعة فأمريكا كانت واضحة أشد الوضوح مع الشقيق الجزائر إذا كان هناك مسؤول يذهب لكي يوضخ ولكي يحذر طب من يأتينا نحن؟ اليوم لكي نقارن ما يحدث هناك وما يحدث هنا لأن القوة الضاربة تدعي بأن بيديها مفاتيح كل الملفات لكن قبل ذلك لمن نذهب نحن ومن يأتي عندنا جلالة الملك قام بزيارة تاريخية إلى الإمارات في بداية الشهر الجالي أصفرت عن مجموعة من الاتفاقيات وقلنا لكم كيف خرجت صحيفة الخبر في فيديو سابق وتكيل الاتهامات إلى المملكة المغربية والإمارات الغضب تطور هم يعرفون قيمة الاتفاقيات الموقعة يعرفون بأن اليوم بالنسبة لهم من الماضي أصبح أنبوب الغاز نيجيريا الجزائر لا يقدرون على التكلفة ولا يوجد توافقات حتى مع نيجيريا ولا مع الدول التي ستمر منها الأنابيب وإن كانت المسافة مختصرة ليست كما يحدث في أنبوب غاز نيجيريا المغرب الذي سيمر بين 15 إلى 16 دولة في القارة الأفريقية فهو وجه آخر للقارة وحين تدخل الإمارات لتمول الأمر يغضبهما السيادة الطاقية بالنسبة لهم والشنطاج الذي يديره الأوروبا الابتزاز الذي يديره الأوروبا قد يختفي في غضون سنوات قليلة وقليلة جدا بالإضافة إلى أن الفوضى الخلاقة التي تحدث في مجموعة من الدول الأفريقية تخدم بطريقة أو بأخرى الأهداف الانفصالية وتفتيت الوحدة الترابية لمجموعة من الدول وهي في صلب اهتمامات الدبلوماسية الجزائرية على العموم بذا قالوا سأريكم المنشور تحدثون عن زعزعات الاستقرار في دول الساحل من طرف المغرب ومن طرف الإمارات ويدمجون معها إسرائيل يعني قمة العبث والكل يعلم من كان يداوي حتى الجماعات المتطرفة زعماءها الذين يعني ابان عملية براخان التي كانت تقودها فرنسا في دول الساحل كان هناك مجموعة من الخطوات لاغتيال قيادات على مستوى داعش والقاعدة والقاعدة في المغرب الإسلامي وغيرها من الجماعات إياد غالي ومن جاوره من الإرهابيين الذين ينشطون في المنطقة وبالمقابل تقارير استخباراتية أوروبية أمريكية تقول بأن هذه القيادات كانت تنقل بطائرات عسكرية جزائرية وتعالش أين تعالش المستشفية الجزائرية فالله وحده يعلم من يزعزع أمن وأمان منطقة الساحل والصحراء ومن يدعم هذه الجهة على تلك ولكن اليوم المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي ويتواجه دعاة الانفصال اليوم للأسف يتدوق النظام العسكري الجزائري من ذات الكأس عبر جنوبه عبر الحركات الانفصالية التي توجد في مالي الأزواد على وجه التحديد وهناك جماعات أخرى وبالتالي 30% من الموارد الطبيعية الجزائرية أصبحت على المحك لذا بدأوا يتحدثوا اليوم بصوت مرتفعين أكثر عن دول الساحل والصحراء وما يحدث فيها وبالتالي يريدون كيل الاتهامات للمملكة المغربية المملكة المغربية ببساطة لو أرادت أن تقوم برد فعل مساوي في المقدار وحتى في الاتجاه وحتى في القوة تجاه ما فعلت الجزائر منذ عقود أبسط شيء كان هو دعم القبائل أجل فرحات مهنة فرد ضلع النار وماذا تريد ونقدم لك الدعم كما تفعل الجزائر مع الجبهة الانفصالية ولكن المملكة المغربية عقدتها الدبلوماسية فيها وحدة الدول وفيها أيضا الحوار السياسي والتفاوضي من أجل حل النزاعات وليس المواجهات كما هي عقلية الحرب الباردة التي تسود هناك على العموم المقارنة البسيطة التي تدفعنا إلى من يزورك ومن يزورني لكي نعلم إلى أين وصلت الأمور وهذا يهمنا على مستوى ملف الوحدة الترابية وهذه هي أسباب النزول ولأن المناسبة شرط فزيارة مساعد وزير الخارجي الأمريكي إلى الجزائر مرتبطة بمجموعة من التطورات اليوم من لدينا هنا؟ لدينا تقارب إسباني فرنسي واضح واضح المعالم بشكل كبير وكبير جدا خوسي منويل ألباريس وزير الخارجي الإسباني بعد تشكيل الحكومة الثالثة لبيترو سانشيز أول زيارة يقوم بها يقوم بها إلى المملكة المغربية فماذا قال نتابع موقف إسبانيا المتعلق بقضية الصحراء لم يتغير وهو الموقف الذي سبق التعبير عنه في الإعلان المشترك والإعلان الذي توجد دورة الثانية عشرة تجسماع رفيع المستوى المغرب بإسبانيا إذن موقف إسبانيا لم يتغير الكل خاصة لدى الأشقاء هناك في الجهة الشرقية أو في قولوا ما تشاءون تذكروا معي كلمة بيدرو سانشيز في الجمعية العامة لأمم المتحدة في نيويورك وقالوا آه موقف إسبانيا تغير لا لم يتغير رهنتم على فيخولي كي يقود اليمين واليمين المتطرف هناك في إسبانيا ويشكل حكومة فاشلة في جلستين في البرلماء الكل كان يعلم أن بيدرو سانشيز في طريقه لولاية ثالثة وأن الفاتورة الانتخابات المبكرة في إسبانيا مستحيلة سانشيز موقفه واضح هو موقف الدولة الإسبانية واليوم هو ألباريس يؤكد من الرباط على أن الموقف بالنسبة لإسبانيا فيما يخص قضية الصحراء المغربية هو ذاته الموقع في خارطة الطريق في السابع من أبريل ابان زيارة سانشيز للمملكة المغربية وهو ذاته الذي عبر عنه سانشيز في رسالته إلى الملك محمد السابس في مارس واليوم الأمور وقلنا الزيارات ليست من أجل الزيارات يعني لأن أذهب كمسؤول سامي مغربي مثلا إلى تركيا لأتلقى كما يفعل تابون شهادة الدكتورة فخرية إذا أراد جلالة الملك مستقبلا أن يزور تركيا أو يزور أردوغان المملكة المغربية فصدقوني بأن سيكون هناك إقلاع نوعي في العلاقات الثنائية تماما كما حدث في الزيارة إلى دولة الإمارات تماما كما حدث في أكثر من خمسين زيارة إلى الدول الأفريقية والتي بوأت المملكة المغربية أن تكون الفعل الاقتصادي الأول في عدد من الدول الأفريقية والثاني والثالث منافسة بذلك مجموعة من القوى الاقتصادية العالمية إذن الباريسي حلف الرباط أقولها وأتحمل مسؤوليتي قد يمهد لزيارة يقوم بها بيدرو سانشيس وهي الزيارة الأولى كما قلنا بالنسبة لوزير الخارجي الإسباني والتعاون أو والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني الباريس إلى دولة أجنبية بعد تعيين الحكومة الإسبانية الجديدة هذه فيها رمزية ورمزية كبيرة اليوم نتحدث عن شراكة استراتيجية الموقف السياسي واضح إسبانيا المستعمر القديم للصحراء مع مغربية الصحراء تعتبر مقترح الحكم الذاتي جدي وقع أساسي قابل للتطبيق يعني أحلام اليقظة بالنسبة للشقيقة الجزائر التي سحبت سفيرها من مدريد ولم يدعوها أحد لإعادته وقامت بإعادته لوحدها في حركة انفعالية وقطعت العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا وتتذكرون ماذا قال تبون لخديجة بن جنة في الجزيرة قال لها بأن علاقتنا لا مع ملك إسبانيا والشعب الإسباني هي جيدة والقرار الذي اتخذ هو قرار بيدرو سانشيز وسيرحل سانشيز وستعود العلاقة إلى ما كانت عليه لم يرحل سانشيز عدا سانشيز عدا أقوى عدا بحكومة متماسكة تسير في نهج سانشيز الذي بدأه قبل سنوات والمواقف التي اتخذت في الحكومة الإسبانية تتطور اليوم وحتى على مستوى قضية الصحراء هناك تطور وسيكون له أثره في القريب العاجل على العموم الباريس اليوم يحل في الشريك الاستراتيجي الذي كما قاله هو لا غينة عنه هنا يقصد المملكة المغربية يأتي وقد سمع عن اتفاقيات توقعوا في الغاز لأنه داك أنبوب الغاز عليش كنهدرو عليه بزاف أفين غاي صب غاي جي من نيجيريا إلى طانجة وغاي يمشي القادس الإسبانية قادش من قادش يوزع لأوروبا هنا سيكون لإسبانيا سيادة طاقية محلية وستلعب إسبانيا الدور في السيادة الطاقية الأوروبية من ناحية الغاز وتعلمون كم من احتياطات من المليارات الأمتار المكعبة لدى نيجيريا فيما يخص الغاز أنبوب الغاز يعني تطوير أفريقيا واليوم المملكة المغربية شراكاتها التي تعقد صحيح كينة ثنائية كم شين دير شراكة مع إسبانيا ولكن حاضر فيها البعد الاستثماري في رقع جغرافية تتجاوز حدود البلدين وهذا أمر إيشابي اليوم أكثر من عشرين ألف شركة إسبانية كتتعامل مع المغرب ألف ومئتين شركة إسبانية موجودة في المغرب تشتغل في المملكة المغربية مليون مغربي مقيم في إسبانيا عشرين مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين المملكة المغربية وإسبانيا المغرب هو الشركة الأول لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي فهذه الشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد وهذه الزيارة سترتب إلى أمور أخرى أبرزها ضعوها بين مليون قوس ملف مونديال للمغرب إسبانيا لبرتغال ملف ضخم وضخم جدا واليوم الودة الذي نراه في العلاقات كما قال سيد ناصر بوريطة من اليوم العلاقات تاريخية بين مملكة المغربية وإسبانيا وتتطور بنهش متسارع اليوم ملف المونديال سيكون أيضا قفزة نوعية بالنسبة للبلدين ولا نقول أن تتذكرون خارطة الطريق نصت على شيحوايج مهمة للناس الشق الثقافي اليوم هناك حوار حضارات وتلاقي حضارات لا ننسى المغاربة وتاريخهم في إسبانيا الأندلس لا ننسى الكتبية مع الخيرالدة في إشبيليا هناك قواسم جد مشتركة بين البلدين تالي حتى المونديال مناسبة لإبراز ثقافة متنوعة تجمع ما هو جنوب المتوسط بشماله تجمع إبداع القارة الأفريقية العالم العربي والإسلامي مع ذلك الجار الأوروبي بكل ما في هذا العالم من تناقضات التي حدثت والتي ربما شكلت شرخا في الجنوب والمتوسط في الجنوب والشمال فوسم الجنوب في كثير من الأحيان بالرجعية والتخلف والناشر للتطرف اليوم فرصة لإحياء قيم سكنت الثلاجة بفعل فاعل فلذلك تطور العلاقات سيتناسب مع هذه الأمور أيضا الربط القاري ذلك الجسر أو تلك القنطرة سيتجدد الحديث عنها ولم ينقطع ولكن ربما قلنا لكم المونديال سيسرع مجموعة من الأوراق شفتوا أنه اليوم التي شاهد فيديا القنيطرة مراكش ستبدأ الأشغال قريبا وسيكون يعني واقع معاش قريبا والتالي هذه الأمور تجعل من إسبانيا تريد شراكة أقوى مع المملكة المغربية لذلك كانت هذه الزيارة التي قام بها خسيمانويل ألباريس أيضا نقولنا إسبانيا تقترب وتحاول التقارب مع المملكة المغربية فرنسا تريد كذلك ولقد شاهدتم زيارة ولقاءات وتصريحات أدل بها من؟ أدل بها نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي قدم آخر مؤلفاته في العاصمة الرباط كتاب قدمه هناك بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة وقال كلاما لا يقبل التأويل والتعليل قال أن لطالما كنت وسأبقى مع مغربية الصحراء وتحدث عن جلالة الملك كقائد حكيم ومتبصر واستثنائي في المنطقة وهذا يعني لا نعتبره أمرا جديدا ربما لأن نيكولا ساركوزي في مذكراته إن كنتم قد تذكرتم وتحدثنا عنها في أحد المرات ماذا كان قد قال حين كان يقوم بوضع مقارنات مع زعماء المنطقة المغاربية وكان قد قال كلاما يعني توقف عنده كثر أنا كان نبحث على الفيديو ديالنيكولا ساركوزي في الرباط غادي نشوفه غادي نشوفه بعد قليل ولكن كان قال بأنني حين كنت أزور الجزائر فإنني أمضي الساعة الأولى مع الرئيس كان كيقصة بوتفليقة مع الرئيس الجزائري وهو يتحدث عن تفضيل فرنسا للمملكة المغربية ثم تنضي الساعة الثانية من اللقاء وهو يتحدث عن الإرث التاريخي للاستعمار الفرنسي في الجزائر وقارنه بما كان يحدث في لقاءاته مع جلالة الملك فلا مقارنة مع وجود الفارق ساركوزي اليوم قدم كتابه هنا في الرباط وسيقدمه أيضا في مراكش وقال كلاما جميلا نتابعوا الخبر بعدها ثم نعود جاء ذلك خلال حفل خصصة لتقديم الكتاب الأخير لليكولا ساركوزي زمن المعارك اليوم في الرباط وحضره على الخصوص مستشار صاحب الجلالة اندريا زولاي وصفير فرنسا بالمغرب كريستوف لكورتيي والعديد من شخصيات المرموقة من عالم السياسة والديبلوماسية والاقتصاد والثقافة وقال ساركوزي صاحب الجلالة الملك محمد السادس رجل لم أفتأ أعجب به وأحترمه وأعرب ساركوزي عن إعجابه بقدرة جلالة الملك على السباق الأحداث ومواصلة مسار رؤيته للمملكة مبرزا التطور الهائل الذي عرفه المغرب في عدة مجالات تحت قيادة جلالته جاءة أخرى أشار ساركوزي لأن هناك علاقات استثنائية بين المغرب وفرنسا البلدين الصديقين مضحا أن الأمر يتعلق بقضية تاريخ ومستقبل وفي موضوع آخر كادة ساركوزي أنه لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية للنزاع حول صحراء المغربية وهو الحل الذي تقدم به المغرب وقالنا مقتنع بمغربية الصحراء وهو موقف دافعت عنه دائما معربا عن أمله في أن تتمكن أوروبا من بلوغ هذه الحقيقة تماما مثل ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية قال ساركوزي لقد دافت استمعتم لا حل سوى حل الحكم الذاتي هذا الكلام سيزعش أعداء الوحدة الترابية إن لم ننسى بأن إيمانويل ماكرون ونيكولا ساركوزي لديهم علاقة وهناك أثر وتأثير لساركوزي في الداخل الفرنسي شينا ما بينه وعلى إيمانويل وماكرون تحديدا وربما بدأتهم تستمعوا التقارب الفرنسي المغربي واستمعتم إلى أحاديث تقول بأن ماكرون يضغط على جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد دولي لكرة القدم لكي تمنح المملكة المغربية المباراة النهائية من مونديال 2030 أيضا كلام ساركوزي لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام زمن المعارك رجل عاصر مجموعة من القيادات قضى فرنسا في مرحلة من المراحل لديه كما قلنا تأثير على مستوى الداخل وكلامه كان فيه الكثير من الإشارات قال كنت وسأبقى مع مغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي وأتمنى أن تدرك أوروبا ما أدركته الولايات المتحدة الأمريكية يقصد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وأتمنى أن تدرك أوروبا لم يتحدث عن فرنسا قط إذن الرجل يتحدث بشكل شامل وأعم وبالفعل أوروبا اليوم ألمانيا جددت دعمها لمغربية الصحراء كذلك فعلت بلجيكا كذلك فعلت مجموعة من الدول حتى الموقف البريطاني متقدم جدا فيما يخص الوحدة الترابية للمملكة وقلنا لكم أن كانت هناك أتباع البوليساريو بأموال جزائرية أرادوا أن يخرج أو يصدر قرار من القضاء البريطاني في لندن من المحكمة الإدارية أن يمنع التبادل التجاري مع المملكة المغربية فيما يخص تحديدا المنتجات القادمة من الأقليم الجنوبية فكان الرد من القضاء البريطاني لا مكان لكم انطردوا الآن من الجدول فرنسا لا تقتصر الأمور على مسألة تواجد بالنسبة لنيكولا ساركوزي ولكن أيضا هناك مسؤولون سامونا حطوا الرحالة أين في الرباط والتقوا بمسؤولين سامينا في المملكة المغربين بالرباط أجرى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد لطيف حموشي مباحثات مع المدير العام لشرطة الوطنية الفرنسية فريدريك فون الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع سبل الدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والتهديد الإرهابي ومخاطر الجريمة السيبرانية ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود انتفي بهذا القدر أيضا من كان في الرباط مدير عام الأمن الداخلي الفرنسي تخيلوا معي في غضون يومين يجيك مدير الشرطة ومدير عام الأمن الداخلي الفرنسي ويلتقونا بسيد عبداللطيف حموشي الذي أين كان؟ كان في فيينا في جميع العامل للإنتربول الشرطة الجنائية الدولية والتقى بمجموعة من المسؤولين الأمنيين على أعلى مستوى من الدول السكوندينافية من دول أوروبي وأيضا برئيس الإنتربول اللي هو بالمناسبة إماراتي وماذا حدث هناك في فييان؟ حدث أن المملكة المغربية في 2025 ستنظم الجمعية العامة في نسختها الثالثة والتسعين على أرض المملكة هناك في مدينة مراكش مراكش الإنتربول أرفع جهاز شرطي دولي يجمع غالبية دول العالم سيجتمع في مراكش في جمعيته العامة اللي هي الجهاز الأرفع داخل هذا الجهاز تالي لا نستغرب أن يكون هناك زيارات متتالية لأمنيين يأتون إلى هنا أرفع وسام لدى رومانيا يتن تكريم به السيد ياسين المنصوري أنا بش تعرفوا؟ أقولوا متى شاءون أن الموصل على أوكرانيا وعلى المجازر الشنيعة التي يرتكبوا الجيش الإسرائيلي في غزة ولكن هناك تطور للجماعات الإرهابية انطلاقا من القرى الأفريقية وهناك انهيار لمركزية بعض الدول شفناه مجموعة من الانقلابات اللي حصلت في القابون ومالي وبركنفاسو وغيرها هذه الأمور ربما تتمغى تشوفش تأثير ديالها دابا ولكن مع مرور الوقت أي انهيار أمني في ذلك الجدار الواقي ربما إن صح التعبير الذي اليوم يجعل هذه الجماعات أنشطتها محصورة على مجموعة من الرقع الجغرافية سيؤدي إلى بلبلة في القارة الأوروبية واليوم الدول الذكية التي لديها استباقية تعلم بأن هذا الشحن المتواجد اليوم فيما يخص الألم الذي يعتصر قلوب الناس قد يأتي البعض من خفاف العقول وتلعب على عقليتهم الجماعات المتطرفة في تغذية روح التطرف وكره الآخر كما حدث مع أحدهم في مباراة يلعب فيها نادي سويدي مع نادي بلجيك آخر تشك 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 وقام بقتل المجموعة من المواطنين الأبرياء الذين جاءوا لتشجيع فريقهم فاليوم تغذية هذه التيارات خاصة بتواجد مجموعة من الجاليات في قارة أوروبية قد يؤدي لقدر الله إلى اشتعال نار الفتنة وربما إلا رجعت معي وسمعت تصريحات جو بايدن الأخيرة قال حتى حماية اليهود اليوم حول العالم على المحاك بسبب تصرفات حكومة بيبي ناتنياهو وبالتالي يدركون أنها مواجهة الغضب التي تسيطر اليوم قد تؤدي بالجماعات المتطرفة إلى استغلالها عبر عمليات غسيل الدماغ وقد تؤدي ببعض الحركات بعض الذئاب المتفردة سميهم ما شئت بعمليات فاليوم نرى التقارب الأمني حثيف المملكة المغربية عندها تجربة كبيرة وكبيرة جدا المملكة المغربية نموذج الحمد لله في الوسطية والاعتدال والمملكة المغربية أيضا جاليتها من الأكثر انسجاما مع دول المهجرة وبالتالي أجهزتها الأمنية بالكفاءة التي قدمتها أصبحت مطلب لمجموعة من الدول فالتقارب الفرنسي تقول لي زيارة ساركوزي تقول لي حضور مسؤولين أمنيين سامين هو تقارب فرنسي واضح بالإضافة إلى تصريحات ترد من هنا وهناك آخرها وأبرزها تصريح المندوب الفرنسي الدائم هناك في الأمم المتحدة حين تحدث عن ضرورة حل قضية الصحراء المغربية هذا النزاع المفتعل ودعم ستيفن ديمستورا وقال بالحرف أن هذا النزاع قد طال أمده صحيح فرنسا 2007 كاتد عم مقترح الحكم الذاتي ولكن اللهجة تغيرت في القرار 2703 بموقف داعم للمملكة المغربية نساش رسالة وكل هذه الرسائل تؤكد على أن المملكة حين اختارت منظار العلاقات صدق الصداقات وعمق الشركات يكون فيه تعتارف بالوحدة الترابية ديالي تقرب مغربية الصحراء كانت صائبة في هذا الخيار في صلب العقيدة الدبلوماسية واليوم تجني الثمار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر